اهلا بكم حبيبي طلاب جريد توف درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز النهاردة ان شاء الله هناخد لسون سريه اللي بعنوان الهوريزونتال بار جراف الدرس بتاعنا النهاردة درس سهل جدا هنكمل مع بعضينا شرح البار جراف اللي اتكلمنا عنه الدرسين اللي فاتوا وقلنا انه عبارة عن رسمة الرسمة دي متكونة من مجموعة من الوريزونتال بارز يعني اعمدة على شكل مستطيلات مرسومة كده بالطول وكانت فايدة البار جراف انه بيعبر عن معلومات موجودة في رسمة بصورة الايه البارز ديت وكان كل فرتكال بار كان كل عمود بالطول كده متكون من مجموعة من البوكسز يعني الايتمز دي كده بنسميها بوكسز ده كده بوكس وده انا زر بوكس كل دي بوكسز والبار اللي بيكون فيه عندي بوكسز كتيرة يبقى انا عندي منه كتير في الايه في الرسمة بتاعتي كنا اتكلمنا عن الحاجات دي في لسون 1 و لسون 2 الليسون بتاعنا النهاردة هنعمل نفس البار جراف ده بس هنعمله بالجنب هنعمل كده البارز بالجنب بالجنب كده بنسميها هريزونتال يعني الليين ده اولاد الليين ده كده بنسميه هريزونتال لين واللين اللي بالطول ده كده بنسميه الفيرتيكال لين يبقى نفس المعلومات اللي موجودة هنا كده هنعملها هنا بالزبط اول حاجة عندي التايتل العنوان بتاع البورجراف هنا البردز انزفار الطيور اللي موجودة عندنا في المزرعة هنعمل نفس الكلام في الهريزونتال بورجراف العنوان في نفس المكان طيب ايه اللي حيتغير بقى الايتمز او المعلومات اللي عندي بدل ما هي على الهريزونتال لاين بدل ما بنعملها على الخط الجانبي ده بنعملها هنا على البردز طيب ولما كنا بنعمل النمبرز هنا على البردز هنعملها هنا على الهريزونتال لاين يعني كل اللي احنا عملناه عكسنا بس البارز بدل ما هي كانت بالطول خلناها بالعرض تعالوا مع بعضين نشوف البركتس ده بيقولي convert the same information from the vertical bar graph into a horizontal bar graph convert يا اولاد يعني حول the same information يعني نفس المعلومات اللي هنا عايزين ننقلها للشكل ده الشكل ده زي ما انتم شايفين ده هريزونتال بار جراف عرفنا منين علشان النمبرز عندي موجودة على الهريزونتال لاين طيب تعالوا نشوف مع بعضينا ال vertical bar graph ده العنوان بتاعه ايه؟ عنوانه birds seen at the park يعني الطيور اللي احنا شفناها في الحديقة طيب مين هم اللي بيشوفوا الطيور؟ عندي سامي عندي روز عندي يوسف عندي احمد وعندي ماري كل واحد فيهم شاف مجموعة من الطيور وعد هو شاف قد ايه؟ لما نيجي نشوف سامي سامي شاف كام بيرد شاف وان تو سري فور فايف وان سيكس شاف سيكس روز شافت ناين يوسف شاف فور احمد شاف ايت ماري شافت كام شافت تن يلا ننقل المعلومات دي للايه؟ للهريزونتال بار جراف ماري عندنا شافت قد ايه؟ نطلع نبص هنا كده ماري شايفة تن يبقى نيجي هنا نعمل تن عند ايه؟ عند ماري يلا نلون تن بوكسز كده وان كده تو كده سري نلون تن بوكسز فور فايف سيكس سيفن ايت ناين اند تن يبقى انا المعلومات اللي موجودة في الرسمة دي عن ماري اللي هي شافت تن بيردس عملت نفس المعلومات هنا بالزبط وخلينا الهريزونتال بار بتاع ماري يوصل لحد التان مين بعد كده؟ عندي احمد طب يلا نشوف هنا في الهريزونتال بار احمد شاف قد ايه؟ احمد شاف ايت يبقى ايجي هنا نلون ايت بوكسز علشان نخلي الهريزونتال بار بتاع احمد يوصل لحد الايه؟ الايت ادي كده وا تو سري فور فايف ادي كده سيكس ادي كده سيفن ادي كده ايت يبقى احنا نفس المعلومات اللي موجودة على الوريزونتال بار بننقلها على الهريزونتال بار طيب يلا نشوف يوسف يوسف عندي هنا one two three four يوسف شاف four birds يبقى نيجي عندي يوسف ونلون four هدي كده one هدي كده two three and four مين بعد كده روز يلا نبص على روز روز شافت nine birds يبقى نيجي هنا نيجي عندي روز ونلون nine boxes يبقى one two three four five six seven eight and nine مين مبقى معنا سامي يلا نشوف سامي هنا شاف كم birds هنا شاف six birds يبقى نيجي هنا نلون six boxes one two three four five and six يبقى اللي احنا عملناه اولاد نقلنا المعلومات اللي موجودة في vertical bar graph للهريزونتال bar graph تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسراسايز الجميل ده بيقول لي هنا in both pages في الصفحتين دول المطلوب color one box for each animal or insect يعني كل الانيمال عندي حلوين one box في الهريزونتال bar graph طيب يلا نبص كده انا عندي هريزونتال bar graph ليه هريزونتال علشان البارز معمولة بالجم طب اسمه ايه اسمه in the far يعني في المزرعة طيب بيعبر عن ايه بيعبر عن types of animals or insects حنكتبهم فين حنكتبهم في vertical line كده عندي البي يعني النحلة عندي الربت ارنب عندي الهورس الحصان عندي الهان الفرخة وعندي الكاو البقرة يبقى احنا هنا هنكتب اسماء الانيمال او الانسكتز طب هنا بنكتب ايه بنكتب النمبر بتاعهم one two three لحد ايه لحد تاني يلا نبدأ اول حاجة اللي هي النحلة نعمل ايه نروح كده على الرسمة بتاعتنا ونطلع المعلومات اللي موجودة عن ال ايه عن النحلة نشوف عددهم قد ايه يلا نكون انت كده ادي one two three four five six seven eight nine and ten يبقى احنا عندنا كم بيز كم نحلة عندنا تان ييجي كده على الهريزونتال بار جراف ونلون تن بوكسز ادي كده one two three four five six seven eight nine and ten من اللي عايزين نعرف العدد بتاعه الرابط يلا نبص كده في الرسمة بتاعتنا نشوف الرابط عندي كم واحد ادي كده one ادي كده three four and five نيجي هنا كده ونعمل five نلون five بوكسز ادي كده one ادي كده two three four and five يلا نشوف الهورسز عندي كم حسان ادي كده one ادي واحد هناكه يبقى three horses نيجي هنا one two and three مين بعد كده الهنز الفراخ يلا نعد one two three four five six and seven يلا نقلر seven boxes ادي كده one two three four five six and seven اللي بنعملو ده بنعبر عن المعلومة بتاعتنا بصورة bar نهاية البار لما بص عليها وبص هنا اعرف ان عندي seven hands يلا بعد كده عندي الكاوز عندي كام كاو يلا نعد ادي كده one two three four and five نيجي هنا نلون five boxes يبقى احنا كده اولاد عملنا ايه عملنا الbar graph اللي بيعبر عن المعلومات اللي موجودة فين في الرسمة اللي قدامنا دي يبقى انا بدل ما بص على الرسمة اروح على طول ابص على الbar graph اطلع منه كل المعلومات يعني لما بص كده على البي واشوف الbar اللي جنبها ده اعرف ان انا عندي ten piece لما بص كده على الرابط واشوف ان اخر الbar بيشاور على ال seven اعرف ان انا عندي seven hands تمام طيب يلا مع بعضنا نحدد الاكسرسيز ده بيقول لي use the bar graph يعني استعمل الbar graph اللي احنا عملنا ده complete using greater than less than or equal السيمبل ده اولاد اللي هو معمول كده ده ده معناه greater than يعني الحاجة اللي هنحطها هنا هتبقى اكبر منين اكبر من هنا طيب والسيمبل ده less than يعني لو عملنا كده ده اسمه less than يعني ده كده اللي هنحطه هنا هيبقى اقل من اللي هنحطه ايه من اللي هنحطه هنا ولو عايزين نعرف نحط السيمبل مظبوط ازاي دايما الفتحة بتاعت البق دي بتبقى قدام ايه يعني مثلا لو انا قلنا 15 و 7 احط السيمبل ازاي اللي بيعبر عن ان 15 greater than 7 نعمل السيمبل ده كده نحط الفتحة قدام الففتين اوكي طيب نحط السيمبل بحيس ان الفتحة تكون قدام السيفن طيب لو عندي سيفن و سيفن بنحط ايه بنحط ايه طيب يلا هنا بيقول لي عدد النحل عندي كم واحدة عندي تان طيب عندي كم فرخة عندي سيفن يلا التان والسيفن نحط السيمبل ازاي علشان نفهم ان 10 greater than 7 نعمل كده نعمل السيمبل كده نخلي البق ده او الفتحة دي قدام النمبر الكبير يلا اللي بعدها النمبر الربتس الربتس عندي كم واحد عندي 5 النمبر عندي 5 ها الا علاقة ما بين 5 وال5 اللي اتنين قد بعض يبقى نحط ايه نحط equal كده يبقى انا لما اشوف السيمبل ده اعرف ان النمبر اف رابتس اد النمبر اف كاوس طب يلا النمبر عندي كم حصان عندي 3 والنمبر عندي 10 3 وال10 احط انا سيمبل اعمل السيمبل بحيس ان الفتحة تكون قدام النمبر الكبير النمبر الكبير عندي اللي هو 10 يبقى اعمل السيمبل كده عشان الفتحة تبقى قدامه ولما نيجي نقراها نقول كده 3 is less than 10 يلا اللي بعد كده النمبر 7 البق بتاعها كده مفتوح قدام 7 دي معناها ان 7 is greater than 5 طيب النمبر اف كاوس عندي 5 النمبر اف هورسز عندي 3 نعمل ايه نعمل السيمبل كده لما نيجي نقراها نقول كده 5 is greater than 3 لو عجبكم الفيديو يريد تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك واللنك الصفحة موجود في الفيديو يلا مع بعضين يا أولاد نحل شي تسري بيقول لي color one box for each insect يعني لو بوكس واحد لكل حشرة نشوفها هنا طيب المفروض نعمل ايه المفروض نحول المعلومات اللي موجودة في الصورة دي نحولها horizontal board graph طيب ايه هو title او العنوان بتاع الbar graph انا فيه عندي هنا الانسكتز وعندي هنا عددها بس لازم نكتب عنوان لي ممكن نكتب عنوان ايه ممكن نقول مثلا الانسكتز انزافار يعني الحشرات اللي موجودة عندنا في المزرعة انسكتز انزافار تمام اول حاجة عندنا ايه عندنا الwar عندنا الدودة عندي كم واحدة منهم يلا نروح نعاد ادي one two three and four نيجي هنا نلون four boxes ادي كده one ادي كده two ادي كده three ادي كده four يبقى انا اول ما بص هنا على طول واشوف ان الbar ده نهايته عند four اعرف ان انا عندي four worms عندي اربعة دودات في عندي ايه بعد كده عندي the ant عندي النملة عندي كم نملة ادي one two and three في واحدة هنا هي مستخبية في وسط الاش يلا نقلر three ants ادي كده one ادي كده two ادي كده three يبقى انا اول ما بص على الbar ده واشوف نهايته عند three اعرف ان انا عندي three ants فين في الفارم لان العنوان بتاع الbar graph insects in the farm طب ايه بعد كده عندي عندي the spiders عندي العناكب عندي كم عنكبوت ادي one two three and four يبقى نلون يلا four ادي كده one two three and four مين بعد كده عندي النحل ادي one two three four five and six we have six بيز عندنا ست نحلات نيجي هنا ادي كده one two three four five and six اللي احنا عملنا دلوقتي يا اولاد نقلنا المعلومات اللي موجودة في الصورة دي او الصورة دي نقلناها على الhorizontal bar graph طب هل احنا كده سهلنا على نفسينا اه سهلنا على نفسينا ان انا ممكن ابص على الصورة ماخدش بالي من بعض الحاجات اللي فيها لكن هنا انا متأكد ان انا عندي ايه ان انا عندي هنا six bs اي حاجة عايز اعرف عنها معلومات ابص هنا واجب المعلومات بتاعتها على طول طيب يلا مع بعضنا نحل الاكسرساز اللي بعد كده بيقول لي use the bar graph to complete using greater than less than or equal يلا نبص على الbar graph ده عايزين نعرف بيتكلم عن ايه اول حاجة عاملها اروح ابص على title بتاعه العنوان مكتوب saved coins يعني العملات اللي احنا حوشناها يلا نشوف عندنا كم واحد عندنا مازن عندنا هنا عندنا داليا عندنا باسم دي اسماء الطلاب اللي هم حوشوا coins عايزين نعرف كل واحد حوش قد ايه لما اجي ابص على مازن ها مازن حوش قد ايه لما انا عايز اعرف ابص على الbar بتاعه البار بتاعه واقف لحد فين انتهى عندي هنا كده عندي 7 يبقى مازن عامل ايه مازن saved 7 coins طب هنا ادي 1 2 3 4 يبقى هنا saved 4 coins طب داليا 1 2 3 4 5 and 6 يبقى داليا saved 6 coins طب باسم هدي 1 2 3 4 5 6 7 and 8 يبقى باسم saved 8 coins يبقى زي ما انتو شايفين من غير اي رسمة ولا حاجة قدرنا نقرأ المعلومات اللي موجودة عندنا في الbar graph يلا نحل بقى ونشوف المطلوب مننا هنا بيقول لي number of coins باسم saved زي ما احنا شايفين باسم saved 8 coins وهنا number of coins هنا saved هنا saved عندي 4 coins يبقى مين اللي saved more مين اللي حوش اكتر باسم طيب ازاي نعبر ان الايد اكبر من الفور ايه هو السيمبل اللي اكتبه اللي يعبر عن ان الايد اكبر من الفور السيمبل بتاعنا شاكله يبقى كدس ونخلي الفتحة البقء كده قدام الكبير طب نقرأها ازاي نقول كده 8 is greater than الفور طيب بالنسبة لداليا number of coins داليا saved داليا هنا حوشت قد ايه 1 2 3 4 5 and 6 يبقى داليا saved 6 coins طيب مازن حوش 7 يبقى مازن saved 7 coins العلاقة ما بين 6 وال7 7 greater نحط السيمبل ازاي نعمل الرسمة كده السيمبل بحيث ان البقء او الفتحة كده تكون قدام النمبر الكبير طيب نقرأها ازاي واحنا بنقرأ نقرأ من الليفت يا اولاد يعني نقول كده 6 is less than ال7 لان ال6 هنا اقل من ال7 ماينفعش اقرأ السيمبل ده greater than لان احنا بنقرأ من الليفت ماينفعش اقرأ من الright واقول 7 greater than 6 لأ واحنا بنقرأ بنمشي من الليفت كده يبقى هنا اقول 6 is less than ال7 طب لما اجا اقرأ هنا اقول ايه اقول 8 is greater than ال4 وبكده يا اولادي بقى خلصنا lesson 3 زي ما انتو شايفين lesson سهل جدا اتعلمنا فيه 2 symbols اللي هم greater than وللزان وقلنا احنا بنرسم السيمبل بحيث ان الفتحة ديت او البق ده يكون قدام النمبر الكبير يارب اكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله اشتركوا في القناة